أو سائل يقول ما حكم من أكلت من رمضان بسبب الطيش في الصغر عندما كنت حديث العهد بالبلوغ العام الأول والثاني وحتى الثالث كنت أحياناً آكل من رمضان القليل من الطعام حيث لم أكن أعرف حقاً عاقبة ذلك وأكلت من رمضان واليوم قد كبرت يعذبني ضميري وتتنغص علي أيامي عندما أتذكر ما فعلت فهل هناك من كفارة علماً لم أكن أنوي المعصية بل كنت أظن أن الأمر عادي الجهل ليس عذراً في الشريعة الإسلامية الجهل ليس عذراً أنا ما لا أدري هل أنت رجل أو إمرأة ولكن إذا كنت رجلاً الواجب عليك أن القضاء والكفارة لأن حكم من أكل في رمضان جاهلاً حكم المتعمد حكم المتعمد هذه كنت تبالغ وما كنت على بالي وكنت حاسب الأمر عادي ألا الأمر ليس عادياً عليك القضاء والكفارة والاستغفار تستغفر وتندم على ما فعلت وتصوم يوم عن كل نهار كريتو وتطعم ستين مسكين ستين مسكين طعام مشبع قسمه يشبع تروح للمطعم تخلص ستين قل له كل ما يجيك فاقر أو عابر سبيل واكله تروح الزاوية للقرآن الكريم عندهم طلبة تخلص له قسمه يأكله وهكذا والله يغفر لك ويتوب عليك ترجمة نانسي قنقر